اشتركوا في القناة كلمات صلي صم لا تعتدي بلغ كلامي لعباد الله علمهم التوحيد علمهم ما ينفعهم كلمات وابتلاءات الله للعباد وخاصة إبراهيم شمل الابتلاءين معا الابتلاء التكليفي والابتلاء القدري التكليفي افعل ولا تفعل والقدري كان فتى صبيا وكان يكره عبادة الأصنام في مجتمع يعبدون فيه الأصنام وكان أبوه هو سادن الأصنام عند النمرود والده هو الذي يحرص على أن تبقى عبادة الأصنام شائعة سارية المفعول في الناس وذلك سيد ربي سبحانه عز وجل يقول له أبراهيم يقول له يا أباتي لماذا تعبودي الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عاصية يا أباتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا فتركهم حتى ذهبوا في يوم حفلة مع ربهم النمرود وجاء إلى بيت الأصنام فكسرها جميعا وترك الكبير فيهم وعلق على كتفه الفأس فلما رجعوا وجدوا آلهتهم قد كسرت ولو كانت لهم عقول لأيقنوا أن الإله لا ينبغي أن يكون في هذه الحالة قالوا ويحهم من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين ذهبنا لكي نحتفل وحينما عدنا وجدنا أربابنا قد كسرت من؟ من؟ مباشرة يعرفون أن أعداء أعداء الأصنام الفتى إبراهيم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم سمعنا أن هناك فتى يذكرهم بسوء ويحارب عبادة الأصنام خرج عن عن إجماع هذا القوم فجيء به قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم أنت كسرت الأصنام التي نعبدها أتكسر آلهتنا قال لا بل فعله كبيرهم هذا وأعتبر إبراهيم أن هذه كذبة يقول القيامة حينما يأتيه الخليقة تطلب منه أن يشفع لها عند ربها لينزل نزولا يليق بجلاله ليحاسب الناس إما إلى الجنة أو النار يقول لا أنا كذبت ثلاث كذبات هذا يحسبها وحده هذا يحسبها وحده قال له لا بل فعله كبيرهم هذا كبيرهم لا يرضى وهو الكبير هن يعبد معه هؤلاء الصغار إلا العبادة لا يمكن أن يشرك فيها أحد لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها فلن يجمع الله في قلب عبادة إلهين آبدا فالقلب فطره الله على عبادة رب واحد ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه آبدا قلب دي الليمان والدي الكفر قالوا هم يردون لقد علمت هؤلاء ما هؤلاء ينطقوا ما هذا الذي تقول حتى اقتنعوا في البداية وبعد ذلك علموا أنها أصنام كيف يمكن للأصنام أن تتحرك وتحمل الفؤوس ويقتل فعادوا إليهم بعد أن نكسوا على رؤوسهم وجاءوا إلى إبراهيم قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون وش تقول قال لهم إذا كنتم قد وصلتم إلى هذه الحقيقة أفل لكم ولما تعبدون من دون الله قالوا حرقوه ابتلاق قدر فجمعوا الحطب وأظرموا نيرانا عظيمة بقيت شهرا تتأجج حتى قال المفسرون لقد امتنعت الطيور على أن تقترب أميالا من النار وإلا أحرقتها النار على بعد وحتى إبراهيم لما أرادوا أن يقذفوه في النار لم يذهبوا به إلى النار لشدة حرها ولكن ظلوا بعيدين وجاءوا بالمنجنيق ووضعوه في فام المنجنيق لكي يلقوه من بعيد في النار ابتلا إبراهيم ابتلا فجاءه جبريل وهو على الحالة التي تعرفون وليس معهم وحد واحد كلهم يعبدون الأسلام قالوا أنا رسول ربك يا إبراهيم وربك يرى ما يصنع بك عداء الله عباد الأحجار تاركين عبادة الواحد القهار مرني بما شيت إن شيت شوف جبريل قوي ست بئة جناه جناه واحد يقلب به الأرض كلها فهو قوي مرني بما شيت أقذف النار هاته بريشة من جناح من ستمائة جناح في البحر أهلكهم مرني قال له أما إليك فلا أنت عبد وأنا عبد أشترك معك في العبودية أما لك فلا أطلبه منك شيئا أنا أطلبك أنت يا أنا شوف اللي غد يدروا ربي إمام دي المخلوقات كاملة يكون ببناء إبراهيم غد يسميه غد يسمينا المسلمين المستسلمين لأمر الله فقالوا إذن سأل ربك إذا لم تكن لديك حاجة إلي فاسأل ربك أنا جئتك من ربك قال أما ربي فيعلم بحالي ويكفيه علمه بحالي عن سؤالي شو اللي يقيل لا يحتاج العبد إذا أراد شيئا من ربي أن ينطق به على اللسان فالله يعلم حتى دواقلك إن الله لما أراد النبي وقد استحيى من الله أن يغير القبلة من قبلة تجاه بيت المقدس إلى القبلة التي نحن نتوجه إليها بمكة لم يكن يدعوه ماذا قال تنرى تقلب وجهك في السماء بلا ما أدعي أنا عرفت أنا عرفت فولي وجهك بلا ما يدعي شوف أنت واسمه في قلبك قلبك فيه الخير يوتكم خير إلي يعلم الله في قنوبكم خيرا بلا ما تهدر عليه يوتكم خيرا فالله يعلم السر وأخفى صدر بغير ورواح له نشان اروح له مسجد قلبك ينبغي أن لا يلتفت لغيره فإن التفت قلبك لغير الله حتى ولو بديت للناس أنك تريد الله في عملك الله لا ينظر إلى حركاتك ولكن ينظر إلى قلبك يلتفت إلى الله فأنت على الصراط هل يلتفت إلى غيره؟ لا قيمة للأعمال إذا التفت القلب لغير الله حتى وأنت تصلي حتى وأنت تصلي يا سيدي قل أما لك فلا قال أسأل الله قال علم الله بحال يكفي عن سؤالي قال اقذفوه في النار فقذف من المنجنيق وزج في النار فظل أربعين يوما والنار تشتعل أربعين يوما يا ربي فاجتمع هؤلاء حينما خمدت النار لينظروا كيف انتقموا من عدوهم وما صنعت الأصنام بأعدائها وعال الهول أهالهم عمر وجوده ساجد لم تمسه النار ولم يسمعوا أن الله الذي خلق النار وجعل فيها خاصية الإحراق عطل الله فيها خاصية الإحراق فقال لها يا نار شو الكلمة شوه كوني بردا وسلاما قال العلماء لو قال لها كوني بردا لتجمد الدم في عروقه ولو قال لها سلاما فقط لا احترق فسبحان من جمع في أمر الله بين الكاف والنون كوني بردا وسلاما فيجمع بينهما فهو ليس فقط لم يحترق وهو فقط ليس لم يبرد ولكن سئل إبراهيم في كهولته يا إبراهيم ما هي أفضل أيام الدنيا التي عشتها قال الأيام الأربعين في النار أفضل أيام التي عشتها هي أيام التي كنت فيها في النار فالناس خارج النار مشفقون من حالي وهم لا يعرفون أنني في رحمة الله إذا كنت مطيعا لله حتى ولبتليت بأشد البلاء والناس ينظرون من بعد أنك مبتلى فيشفقون عليك وأنت قلبك مملو بالسكينة أنت من يشفق على حال العصاة يشفقوا من حال العصاة فأتمهون ابتلأت بالتهمة قال له الآن إني جاعلك للناس إمامه يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي إمام الخلائق كلهم لأنك نجحت سيد ربيك يقول في الصورة تعالى في الصورة النجم وإبراهيم الذي وفى مش غي أوفى وفى صفة مبالغة أي وفى بكل التزاماته التي أمره الله وفى وربي ربي ربي الكلام عصدنا إبراهيم تعصد ربي في هغي المبالغة في هغي الصغة أي أنك آتيت بكل الأمور بينك وبين ربك على الوجه الأكمل فلم يصل أحد إلى ما وصلت إليه ولذلك جاءت كريم من الله واسم أنت إني جاعلك للنازل واش إني سأجعلك إماما لهؤلاء الذين معكم لا لا إلى يوم القيامة جاعلك للناس إلى يوم القيامة إماما قال يوم ذريتي أسألك ربي أن تكون أيضا ذريتي كلهم ينال لي قال لا الإمامة لا تنال أبدا بالأنساب ولكن الإمامة هي استحقاقات ينبغي أن ينجح فيه الإنسان قال سيد ربي في القرآن وكذلك جعلنا منكم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فالصبر واليقين هو وحده الذي يؤهلك للإمامة ما كان لو لفلان ولو لعلان مات هذا قال له أعطيت له السر هو يا ربي كيش يا ربي كيش سر لا لا هذا كل خداع كل خداع لا سر لا يدك لا يرضك الدين واضح اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ولكن باشتولي إمام جعل الناس إلى يوم القيامة اخصي الناس إلى يوم القيامة كاتكون 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 يكون حنفاء ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلم ما معنى حنيف ما معنى حنيف زيد ما معنى حنيف ميال للحق ميال للحق عن الباطل ميال عن الباطل للحق وجنفا ما معنى جنفا كين حنفا وجنفا وجنفا واسمية ميال عن الحق للباطل كين الحنف وكين الجنف حنيفا أي ميال عن الباطل للحق ها 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 دايما امي يلعق وجنفا فمن خاف من موصن جنفا او يثمن فاصلح بينهم فلايف معالي الجنف اسمه يميلوا عن الحق للباطل دايما يبغي يأكل الناس دايما يبغي يخرج للطريق دايما هاك نعم القلب ديالهم امي للباطل ها ها قال له يا وزير قادة تولي ها وزير انت هو امام الحنيفية انت اسمه الحنيفية الابرايمية يا ربي يا ربي واش من دراسة دربي باش تكون حنيف ويكونوا الناس دايما تابعين كنت الامام خستك زوج صوالح غادي توفر فيك وغادي يتبعوك فيها الامة وازمه امه وازمه ازو صوالح يا وزير الصبغة الداخلية والصبغة الخارجية يكونوا مصبوغين بحالك في القلب ومصبوغين بحالك زيد في الجسد يكونوا معلمين معلمين في القلب بقى وصاف ومعلمين في الابدان بقى وصاف باش تكون امام ديالهم الى يوم القيامة وصيد النبي غادي يجي واسمه محمد صلعز بقى يجي يتبع ابراهيم في هذه الامور وكل الانبياء كيتبعوهم يتبعوا سيدنا ابراهيم وكل شيء المخلوقات اللي ما تبعش ابراهيم عليه الصلاة والسلام كي ما قال سيد داربي سبحانه والا قد كي ما قال سيد داربي سبحانه والزوجان قال أسلمت لرب العالمين أسلمت لرب العالمين أما الصبغة الداخلية فيقول الله فيها صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحلوله وعابدين صبغة مالك لقلباش باش بثلاثة أصورها واسموا صبغة صبغة اللي ما تحولش انتهي لعندك شي جلابة وعندها صبغة انتحها دور يجيل تصبنها وتبقى في سباغتها وإلا كان ذيك البنتورة مكملة غير تديرها تماما وتطلقها بكش يمشي سباغتها تلمس هذوش مرة تصبنها تولي حالك يقولها شربت وحالك عندكم الخبر هذي ولي ما عندكمش واش عندكم هذي الخبر ولي الحاج واش عندك الخبر ولي عوي إذا خصتكم السباغة واسموا دور يجيل واسموا السباغة بتاع دور يجيل فترة الله التي فتر الناس عليها لا تبديل لخلق الله لا تبديل ذلك الدين القجب واسمه فاذ الدين واسمه واسمه السباغة واسمه فترة التوحيد لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله كل من أشرك خرج مع الحانفية الثانية السباغة واسمه وزيده وزيده قد يقول لا إله إلا الله عبادته وحده والكفر بكل الطواغيط التي تعبد من دون الله ها العبادة الصلاة له الصيام له الحركة له السكن له قل إن صلاتي زيد ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين شو إبراهيم اسم يقول وأنا أول المسلمين يعني نرى عقيدة زيد والعبادة زيد والثالثة واسمه وزيد وصبغل لم تحول ولا تزول لا حال تزلت ما بقاش بلاد محاني زيد ها زيد أخو هذو اللي افطر الله صاليا افطرنا على من التحيد والعبادة الواحد زيد والثالثة زيد أن نتخلق بأخلاق الإسلام صدق الإخلاص الحياة صمر ما يحول ما يزول إلا كنت في معركة ما يهربش ويخليك واقف معاك يوفي معاك الميزة الوفى الأمانة العهد اللي أعطاه الرجال يقول والله إلا هذا راجل هذا راجل ما يبيعكش ما يبيعكش ما يخونكش ما يخدعكش ما يخدركش ما يبكرش بك ما يحول ما يزول الله تعرفوا كانوا في الجاهل يقبل بالإسلام كان السيدي لأخي اللي عنده أمانة وجاو يديوها لأخير وقالوا له تعطي هلنا ذيك الأمانة أو لن قتلوا لك ولدك ولده قتلوه ما أعطي أما فرجه الأمانة أقبل العرب علاش ربي يختارهم هما إن شاء الله للرسالة الخاتمة كان فيهم شي أوصاف ما كانش كينا لا في الروم ولا في اليونان في ذاك الوقت ولذلك كان فيهم أوصاف ونأهلتهم لكي يكونوا خير أمة وخريجة الناس كانوا صباغ تربي صباغ تربي الصدق صدق كي يقول لنا الزهري اللي هو محدث الكبير إيش كي يقول لنا إيش كي يقول قالو Shimura كان مستحيل وليس كتف والله من تكذبها أووو يا ربي يا ربي لأن وكان كان الكذبي حلال والله من تكذبها أبو سوفيان كان لعدو وأنت عندما يصلاح أمانة الجزاء قال لي اقول لك قالو إيش كي يأت قال hub واخіч العدو دي اللي اعار إياه أَحنا ما نكذبوش العرب ما نكذبوش العرب ما نكذبوش الكاذب الكذب هو أم الشرور لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة ولذلك إن شاء الله تبارك وتعالى هذه الصبغة الداخلة الصبغة على قلوبه اسمه هي زيد لماذا تحر ولا تزول التوحيد وعبادة الواحد وأخلاق الإسلام هذه الصبغة ديال إبراهيم والصبغة الخارجية واسمه هي طنبطة برة باش تكون حانيفي تابع المراهيم زيد والله يلا الطنبطة برة الميسم الخارجي هذا الميسم الداخلي للحانيفيين أتباع إبراهيم الذي وفع والميسم الخارجي الطنبط حنا كيقوله المغربين باش عارفونه بالمغربين قالوا كي يقلعوا له كسوا هنا يصيبوا عنده هنا واسموا دينه واش مينو قراش مينو طوله كيدوا واحد تلقيح ذك تلقيح كدير هنا كدير وش عديكم الخمرون يقع رقهم قال لك واحد السيد بغاقاي يهروا قال لهم أنا ماشي بغريبي منقلعوا للكسوا صابوا هنا قالوا ايك يا ودي مورة وكان قالوا فين اسمتوا مورة قالوا هيا هاي المغربة رامي مر كنونك رامي مغربوك ايما غربوك باشي مر باشي حاجة ايدي اذن واسموا واسموا يخص كديرا واسموا الميسم من تعال إبراهيم يا واسموا يا وزيدوا ها هي سونان الفطرة ماشي الفطرة ديالي القلب قال فطرة سونان الفطرة التي تتعلق بالبدان قال عليه الصلاة والسلام خمس من سنن الفطرة انختان طار ماش تعرف انتبلي ماشي انصراني الختان ازالة الحشفة التي تتجمع فيها الميكروبات لتطهير الانسان بدنيا كما طهره الله قلبيا نزيد يقول هلكم الخلي عادو نتكلم لكم على خيتان واسموا ما قاعد سونان الفطرة شكوين يقول لي شكوين يقول لي يلا نبديو ان شاء الله يقولوا سونان الفطرة احبابي انتع سيدنا إبراهيم اللي خلها خلنا لنا عشرة يلا وجاوبوني يا احبابي واخر ندفو الإبطاين زيد حلق العانى زيد قص العظافر زيد المضمضة زيد السواك زيد الاستنشاق زيد الاستنثار زيد إعفاء اللحية زيد قص الشارب زيد زيده يوزيده زيده شحال هذا شحال يوزيده واسموا اخر زيد اخر زيده والختان وامهم هي الختان بها بشتميز الحنيفية كانوا عديان الله في الأندلس في 1492 وما قبل في الحروب بدأ الاسترداد الموريسكي وقد باكث المسلمون ثمانية قرون فلما بقيت لهم غرناطة اسموا داروا دارت إليزابيلا وزوجها فردناند داروا اتفاقية مع عبدالله الصغير زيد ليسلم إليهم المفاتيح ويخليهم إن شاء الله تم ما هما غير سلموا بدأوا اسموا يقتلوا المسلمين ويجيروا أمورهم وفي التالي من يبقوا المسلمين يدسوا ويقولوا احنا رحنا نصارة باش ما يمشوش المحاكم التفتيش كان يقلع لهم الكسوان تحهم فأيما إنسان ذكر وجدوه مختون قال حانفي هذا مش نصراني واخي يقول لكم يشي لا إله الله ويقول لكم عيسى ابن الله اقتلوا والصر في البسنة في 1993 كانوا يقتلون جميع من يجده مختون واخي يقول له أنا رحي معكم مختون الختام طامبو الميسم الخارجي الميسم البدني طامبو ديال الأبدان ديال الحانفيين ديال المسلمين الله 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 هذا واسم هذه الصبغة خارجية الصبغة الداخلية عرفنا التوحيد والعبادة والأخلاق الصبغة الخارجية واسمية هي الختان فوق شخة نسيدنا إبراهيم احتفت في النار وحتى كبار وحتى حتى كانت عدو ثمانين سنة قال له قد تكون تأمام المخلوقات إلى يوم القيامة في الصحيح أن إبراهيم ختن وهو ابن ثمانين عاما بالقادوم فلما تأثر قال له الله تبارك وتعالى كأنك استعجلت أمرناك بالختان كان دائما دائما في السعين نفض أمر الله وما بقاش سقسي باش غادي نختن فختم بهذه الآلة قال استعجلت فلو أنك صبرت لحددنا لك الآلة يعني شي حاجة اللي تكون خفيفة إن شاء الله لكن هو هو أسمع هو ينفذ أمر الله قال له الختان شيخة واذي ابتلى إبراهيم بكلمات فأتمهن بشأن مباشرة إحنا الله يحفظه ويستر لكوان غير الصباح صلاة الصباح ولا زال الضور ابن آدم يسمع الآذان ويظل تم ما زال عادي ومن بعد رأى ما نضوش عادي رأى ما زال ما غدشيق مصلى أم الجمه وكان تشوفه يقول لك يستنى حتى يقول لك رأى نزل من المنظر غادي بجميل بجميل ها غادي بجميل إذا الختان إن شاء الله تبارك وتعالى هو الطنبل مطبوعة في القلب فطرة الله وصباغة خارجية مطبوعة في الأبدان هي الختان ختان الذكور خاصة آه إلى أن شاء الله تبارك وتعالى أحسن أحسن مدة يختتن فيها الطفل الصين فقاش في السنة اسبوعة مزيان زيدوا مزيان إذن أحسن مدة يختتن فيها الصبي هي الأسبوع الأول في عقيقته أو الأسبوع الثاني في عقيقته إذا عجزت أو في أسبوعه الثالث إذا لما تقم بالعقيقة في الأسبوعين الأول والثاني تكون العقيقة مع الختان تعرفوا علاش أو ما تعرفوش علاش ما تعرفوش علاش حتى يعفى من أي ألم نفسي أو بدني باش ما يعقلش أم حتى يكبر وتقدلوا ذاك شي ربما يضحكوا عليه الأولاد ربما يتألم نفسيا لأنك يوصلوا على الحاجة يكون يميز وإذا كان يميز يغلبوا عليه طبع الحياة ويجتمعوا عليه النساء ويجتمعوا عليه كذا فكأنه يصاب بألم نفسي فيود لو أنه إنما أقيمت له هذه العملية وهو لا يعقل ولا يذكر منها شيئا الله أكبر الله أكبر ثم جاء الأنبياء من بعد شكونوا ما الأنبياء اللي جاء مرة إسماعيل وزيد أخوه إسحاق أو يعقوب وأولادهم الثناش معهم يوسف أو داود كلهم 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 ختنوا واللي صار يعرفوا بإله سيدنا عيسى مختنوا ختنوا أو لا ما يعرفوش عارفين وعنش ما يبغوش يختنوا ها وما عارفين نصار ليهودي يختنوا ليهودي يختن يقول لك إحنا بتباع إبراهيم وإتباع إسرائيل نختنوا النصار اللي لا يختن وخارف اللي عيسى عليه السلام قد ختن لأنه حنيفي إبراهيم لأنه من ذرية يعقوب أيضا من ذرية إسرائيل ها من ذرية بني إسرائيل ولكن هم ما يبغوش استكبارا استكبارا هذه إن شاء الله تبارك الله تعالى الختان يكونوا في الأسبوع الأول أو الثاني والثاني ولا خلوه بعد الأسبوع الثالث ولا الرابع ولا العام ولا ما ليش لكن نتكلم إن شاء الله على من عنا على أحسن وعلى السنة والناس ما عارفه أش هادي الشي كلمة هاش كان يحتوصل الخمسطاش العام ما عيباد الله كلمة البواد يحتوصل عشر سنين ثناش العام ونوضي يجيب له لقعود ودين الكبو على العود ودين له كذا و خسو غز وجا تبقى يدق مع إلأ إلأ جابول الشي واحد مسكين ضعيف ذاك اللي يدين له الطاري ضعيف يضربوا ببونية ما يجيب له لأنا الأخير أنا نعرفه أنا نعرف في البدية تعرف أشي وحدي في العائلة دي أنا كداش أدار كداش مسكين ويا ربي عنده أبلغ مسكين ستاش العام وسبعتاش العام كداش يا حي كبار عدختي لخطين بذك الإنسان اللي كيدخل الإسلام ويكون كبير هذاك الإنسان هذاك إن شاء الله تبارك وتعالى من أحسن يدير الخطان وخف كبار يسن ولأن إبراهيم دير هو عنده ثمانين عام حتى تبقى سنة لكل من يدخل إلى الدين وهو غير مختون أن يسمى بوسام الحنيفية كأنه يدخل كأنه يدخل كأنه يدخلت لأمة إبراهيم عليه السلام أنا الإمام دي إبراهيم والإمام يؤتم به ما معنى يؤتم به يتبع في أمرين عظيمين في مسألة الفطرة الداخلية والفطرة الخارجية البدنية باش يكون مريقل مريقل من أمة سيدنا إبراهيم عليه السلام الان شاء الله تبارك وتعالى قالوا العلماء عناش ان شاء الله تبارك وتعالى كيكون خيتان عناش جاب ربي تكلموا عن الخيتان عناش كيكون خيتان ما هي فوائد الخيتان أولا لأنها زيد زيد لأنها زيد زيد هي حنيفية إبراهيم ثانية زيد لأنها زيد أمر رسول الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم العلماء اختلفوا واش واجب الختان ولا غير سنة وإذاك يقولون بالنسبة للذكور واجبون الختان واجب أي إذا ترك الوالدان قضية ختان ابنهما فقد أثما فالواجب في الأصول هو زيد الذي إذا فعله أثيب وإذا تركه عقب معنى أنه من لم يقم بختان أولاده الذكور فهو آثم يعاقبه الله يعني كي يدي السيئات ولذلك فهو واجب الثانية إن شاء الله تبارك وتعالى ما هي فوائد الختان تكلم العلماء ماشي ديانا المختصين من الأطباء حتى في الخارج قالوه كإن خمسان تعل فوائد صحية ديان الختان الفائدة الأولى ألا يتعفن قبول الرجل في حياته لأن تلك الفلقة تجمع عياذا بالله ما يسمى بالأذى فإن كانت هناك مترصبة أدت إلى ظهور تعفنات تعطل الدور الحقيقي لوظيفة الرجل هذه اللولة الثانية يؤدي إلى تعفن المسالك 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 الأخرى المسالك اللي كتعرفه إن شاء الله المسالك التي يأتي منها إن شاء الله تبارك وتعالى زيادة الماء الفاسد الله أكبر القنوات والثالثة الإصابة بسرطان والعياذ بالله نسأل الله القبل انتعى الرجل الرابع المسألة الرابعة وهي إصابة الإنسان والعياذ بالله بأمراض تخص ما يسمى بالنظافة النظافة سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك هذه الفوائد شكوة تكلموا عليها تكلموا عليها هما مشيحنا اللي مشي مسلمين مشيحنا هم الذين تكلموا عن ذلك ثم المسألة الخامسة وهي أن المرأة إذا تزوجت برجل غير مخت تصاب أيضا بأمراض في الرحم لأنه ينقل إليها تلك التعفونات ربي 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 سبحان الله سبحان الله سبحان الله هذه إن شاء الله تبارك وأتعال فوائد هذه المسألة جاني وحد السؤال كي يسقطوني عليه النسل في الخارج قالوا لي خبرنا الله يرحم لك الوالدين حنا عدنا الطبا دينا اللي كيدلونا الخيتان لوليدتنا كلهم صار مشي مسلمين أيجوز أن نقدم فلذات أكبادنا إلى غير المسلمين للقيام بهذه العملية المشروعة والتي تعد من قبيل فطرة الله للناس ويجوز لما يجوز شاء الله أنت كنت تعطي الويد اللقاء عملية للقلف هذي خصال اختصاصيين هذي هذي ما عنده علاقة بالدين هذي نعود هذي ما عنده علاقة بالدين هذي هذي بسيف تعطيها اللي إنسان لأخر ولذلك هذي هذي عندهم آلات متطورة وعندهم إن شاء الله هه عندهم آلات عندهم التعقيم عندهم كل شي مزيان ها عندهم مزيان ولذلك هذي المسألة هذه إن شاء الله تبارك وتعالى واضحة واضحة يجوز إن شاء الله تبارك وتعالى يجوز آه الآن الثمن هذي يعطى لذلك طبعا الآن كين طبيب متخصص بسيف غالي الدين عنده عملية بسيف بكريكان الحجام اللي يعتطلو هذا طبيب مختص إن شاء الله تبارك وتعالى إذن هذي مسألة كاين وكاين ولكن عندنا في المغرب الله يجازيكم بخير هناك جمعيات جزاهم الله خيرا تقوم بعملية الإعذار للمساكين والفقراء الله يجازيهم بخير كما كان في مسجد فردوس كما كان بعض المساجد جزاهم الله خيرا تقريبا الوجادة أعطانهم ربي وحد الرحمة كبيرة كاين بعض الأطباء بحث دكتور خربوش وكاين بعض الأطباء حفظهم الله اللي كيقوموا بهذا العمل جاء الوقت لكي نذكور خيرهم فإن الاعتراف بالجميل من شيام أهل الحق والإيمان فهؤلاء يقومون تعرفت شي اخترت السمانة سمانة كاين يديروا تقريب إعذار الميات واحد ميات واحد كل شي في سبيل الله كل شي في سبيل الله وما واحد السيدة عندنا يتعمل معه الجمعية كيقولوا للسيحمد حناش السيحمد حناش كاتتعمل معه الجمعية تعالوا شحال كي يدير يعني جزاه الله خيرا يعني قاعد فقراء إن شاء الله تبارك واتعلا كيقوم بهذا مسألة باقي لكلمة الأخيرة واسمع لكلمة الأخيرة هل يجوز أم هي بدعة زيد أن يقام لحفلة الإعذار عشاء أو وليمة يدعى لها الناس يجوز أو لما يجوز يجوز أو لما يجوز يجوز بعض العلماء يقولوا هذه بدعة وما حدثت ولا يجوز وكذا 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 بحل بحل العلماء دي الحجاز بحل العلماء دي الحجاز لكن نحن عندنا أن إقامة إن شاء الله مأدوبة بمناسبة حفلة الإعذار كيف سميوا كيف سميوا حفلة الإعذار كيف سميوا كيف سميوا الطعم وهو يسميه العذيرة هذا العشاء اللي يجينا له يسميه العذيرة هو وطن وهو مباح لكي يجمع الناس احتفاءا بهذا العمل السني الطيب الذي يشير إلى فطرة الله ياك أخويا إن شاء الله قولوا للسؤال الأخير هلاش نحن ندير إن شاء الله هذا العشاء؟ هلاش؟ هلاش أسدي؟ هلاش؟ هلاش أسدي؟ شكرا لله على هذه النعمة أن الله وفق الجد البين يدير هاد السنة اللي ربي خلصوا عليها هاد الواجب وحياها الله تعالى احتدر هاد الواجب مع ولداته فهو يشكر الله على أن وفقه لتأدية طاعة من الطاعات العظيمة عند الله التي تدخل ولده جد في إطار الأمة الحنفية الله هذه إن شاء الله بعض الكلمات حول موضوع الإعذار وصل الله على الحبيب المختار